موسيقى اهلا احبائنا مشاهدينا في كل مكان اول حلقة في سنة 2022 طبعا بث مباشر على القناة الفضائية قناة الحياة برنامج ليكن نور عنوان حلقتنا اليوم وموضوع كتير كتير مهم في بداية السنة قد جعلت قدامك الحياة والموت اختر الحياة برحب بكم اجمل ترحيب وصلاتي في هذا العام يكون عام مميز سنة مباركة مثمرة على حياتك بصل هيك سنة تعويض سنة استرداد وامتداد في نفس الوقت ونشوف حصاد كثير لمجد الرب ونشوف ملكوت المسيح عم بيمتد في كل مكان كيف ولا فهو الحياة وهو رسالة ومصدر الحياة وهو يريد كل شخص ان ينال الحياة وهاي الدعوة اليوم من خلال الموضوع اللي اتكلمته انه تكون فعلا من نصيبك اليوم واختيارك وقرارك في هذا اليوم في اسم الرب يسوع المسيح ابقوا معي سأعود بعد هذا الفاصل اشتركوا في القناة اهلا احبائنا مشاهدين مرتاني برحب فيكم في هذه الحلقة بعنوان قد جعلت قدامك الحياة والموت اختر الحياة وهذه صلاتة لكل شخص بشاهدنا اليوم انه يختار الحياة خليني في البداية اعطيك خلفية عن هذا الموضوع موسى بيتكلم لشعب اسرائيل وطبعا كتابة الوحي اعلان من الله لموسى وعم بيتكلم للجيل التاني والجيل اللي عاش في الصحراء لم يهلك كما حصل مع الاباء بسبب خطيتهم ورفضهم للرب هذا الجيل عم بيوصيهم موسى انه يحب الرب يلتسقوا بالرب يعبدوا الرب ويسمعوا لصوت الرب وهذا الجيل اللي كان طبعا من ابن عشرين مادون كبر لانه عاش في الصحراء ووصلوا الى منطقة تسمى سهول مؤاب وعند سهول مؤاب عملوا الكامب الكبير المعسكر الكبير وهناك كان في يعني في الاسحاحات الاخيرة من سفر التثنية اللي بتختم على الطورة الطورة يعني اصفار موسى الخمسة اللي هي جزء من العهد القديم جزء من الكتاب المقدس طبعا اخوتنا اليهود بيقولوا بيسموها التناخ شو التناخ هي عبارة عن ثلاث احرف لثلاث كلمات تورات نيفئيم اكتوفيم وهي بتلخص كل الكتابة المقدس في العهد القديم الطورة نيفئيم اي الانبياء اكتوفيم اي الكتابات مثل سفر المزمير والاسفار الشعرية الاخرية هي الملخص وهذا ما ذكروا يسوع المسيح في العهد الجديد ان هذه الاسفار مكتوبة عنه في هذه الاسفار عم بيختم رجل الله موسى للجيل التالي الجيل اللي لازم يعبر الاردن ودخول ارض كنعان عم بيعطيهم توصيات وهي التوصيات احباء ابتدأت في سفر التثنية اسحاح 28 وهذا الاسحاح يسمى اسحاح البركات واللعنات وهذا الاسحاح يتعلق بكلمتين والكلمتين يعني ان سمعت او ان لم تسمع في بداية الاسحاح في 28 يقول ان سمعت سمعا لصوت الرب الهك لتحرص ان تعمل بجميع وصياه التي انا اوصيك بها اليوم يجعلك الرب الهك شعب او مستعليا على جميع قبائل الارض وبعدين بيتكلم عن كل البركات نتيجة السمع السمع هون الكلمة العبرية الشمعاء تعني سمعا وطاعة في نفس الوقت وخضوعا لكلمة الله فبتحل عليك البركات لما بتسمع لصوت الرب بتكون مبارك في المدينة في الحقل ثمرة بطنك أرضك دخولك خروجك يأمر لك الرب بالبركة في خزائنك وفي كل ما تمتد اليه يدك يزيدك الرب خيرا في ثمرة بطنك يفتح لك الرب كنز الصالح السماء لتعطي او ليعطي مطرا وهكذا يجعلك الرب رأسا لا دنبا وتكون في الارتفاع فقط ولا تكون في الانحطاط لكن من ناحية تانية يقول ولكن ان لم تسمع لصوت الرب الهك لتحرص ان تعمل بجميع وصايا وفرائدة بتكلم بقول تأتي عليك اللعنات ملعونة تكون صمرة بطنك يرسل الرب عليك اللعن والاضطراب يلصك بك الرب الوباء حتى يبيدك من الارض تكون سماؤك التي فوق رأسك نحاسا يعني حتى الصلاة لا تستجاب يجعلك الرب منهزما أمام أعدائك تكون قلقا في جميع ممالك الأرض يضربك الرب بجنون وعمن وحيرة قلب مظلوما مغصوبا فلا تكون إلا مظلوم ونصحوه كل الأيام وتكون دهشا ومثلا وبيتكلم عن يعني يكون لك زيتون ولكن بزيت لا تدهن وهكذا لأنك لم تسمع صوت الرب إلهك وبعدين بقول إن لم تحرص لتعمل بجميع كلمات هذا النموس المكتوبة في هذا السفر لاحظ الكلام لتهاب هذا الاسم الجليل المرهوب الرب إلهك واليوم أنا عم بفكر وأنا بقرأ في الآية كم من الناس اللي بتستهين بالرب فالخطية هي احتقار واستهانة ضد الرب بلاش كم من الناس وهي لا تدري أنها كما يقول الكتاب لا تنطق باسم الرب باطلا كم الناس اللي بتحلف واللي بتكذب واللي بتعيش حياة الكذب والرياء والتملق بتعيش حياة خادعة ومخدوعة بتعيش حياة يعني في داخل الشيء وأمام الناس في الشيء ولكن الرب قال من ثمارهم تعرفونهم فإذن حتى يعني بقول هذا الاسم الجليل المرهوب كم من الناس مثلا في الشرق الأوسط التي تنطق باسم الرب كم من الناس أمام كل جيم اللي بيستخدموا كلمة الله وبيحلفوا بأله وكل كلمة بيبرقوها في الله بلاش كم من المؤمنين اللي بتقول أقول الصدق وأتكلم بالصدق ولكنه كأنه يحلف لأن الكتاب يعلم ليكن كلامه كنعم نعم ولا لا فمنستخدم حتى التعبيرات لبروفيشنال في لغتنا حتى يعني كأنه الله يصبح مخلوق على صدقاتنا منجيبه في كل الأوصاف وفي كل الكلام بتاعنا حتى نحمي أنفسنا ونبرر أنفسنا ونكون في الصورة الجميلة صورة طبعا البر الذاتي ولكنه هذا رياء فبيكمل موسى طبعا في خطباته ولا سيما في صحاح 30 وبكمل 31 بقول بل الكلمة قريبة منك جدا في فمك وفي قلبك لتعمل بها انظر قد جعلت اليوم قدامك الحياة والخير والموت والشر بعدين بأكد في آية 19 اللي بيحكيها بصيغة يعني بحط الإنسان تحت قرار مهم جدا بقول في آية 19 أشهد عليكم اليوم السماء والأرض السماء طبعا وين حضور الرب والملايكة كأنه بقول اشهدوه والأرض اللي هي طبعا الناس وممالك الناس بقول قد جعلت قدامك الحياة والموت البركة واللعنة فاختر الحياة لكي تحيا أنت ونسلك إذ تحب الرب إلهك وتسمع لصوته وتلتصق به لأنه هو حياتك والذي يطيل أيامك على الأرض نعود بعد هذا الفاصل إخوتي وأخواتي الأحبة أهلا أحبائنا مشاهدينا يقول النبي موسى رجل الله العظيم للجيل الثاني في سهول مؤاب كلمات مهمة جدا واليوم الشباب طبعا يسمعوها لأنه رسالة مهمة جدا هذا هو نداء إلهي هذا صوت إلهي وهي رسالة طبعا رسالة انذار ورسالة تحذير في نفس الوقت ولكنها رسالة توصية أيضا في نفس الوقت ولاحظ عندما يقول أشهد عليكم السماء والأرض الكلام اللي أنا بكلمكم يعني شوف معاملات الله العجيبة إنه بيكلم من يكلم الإنسان الطراب الحقير ومع كل هذا عم بحذره لأنه برضو الرب يعني هو عم بكلمهم لاحظ يعني بقول يعني في نفس الإصحاح وقال الرب لموسى ها أنت ترقد يعني رح تموت مع أبائك فيقوم هذا الشعب ويفجر وراء آلهة الأجنبيين في الأرض التي هو داخل إليها فيما بينهم ويتركني وينكث عهدي الذي قطعته معي وبعدين بيكمل يعني إذا بتلاحظ حتى في الخطاب اللي بيتكلموا فيه موسى في الإصحاحات الأخيرة عم بيوص الشعب كمان مرة أنه ينتبهوا لأنه حتى وموسى بعده عم بيقوله أنه أنتوا شعب صلب الرقبة ورح تبعدوا عن الرب تخيل وهو عم بيحذرهم فإذا هنا بنشوف فيه توازن في الصفات الإلهية حباقي بنشوف من خلال هذه الكلام وهذه الدعوة هي دعوة للحياة ودعوة للحياة لاحظ الكلام عم بتكلم هون أشهد عليكم السماء والأرض وهون الله مش عم بيرغم ولا بيجبر أي إنسان إنها حرية الاختيار حرية القرار وهذا ما تتميز به المسيحية نعم الله هو سيد له السيادة والسلطان المطلق الكامل وهو غير محدود في الزمن فهو خارج عن نطاق الزمن ولكنه يتعامل في نطاق الزمن هذا الإله العظيم اللي خالق كل الأكوان والكواكب اللي بتحتاج إلى ملايين السنين الضوئية حتى يعني تذهب من كوكب لكوكب تخيل مع هذا الإله العظيم بهمه أمرك لأنك أنت مخلوق على صورته ومثاله الصورة الأدبية الروحية بيهتم بحبك وموضوع الفداء فإذن حرية الاختيار وهذا طبعا ضد عقيدة القضاء والقدر أحبائي الله هو يعلم العالم بكل شيء والله هو القادر على كل شيء والله هو الحاضر في كل مكان وفي كل زمان فهو الإله اللامتناهي هو الإله الأزلي السرمدي هو الذي قال عن نفسه أنا هو الألف والياء البداية والنهاية الأول والآخر الحي إلى أبد الأبدين الكائن الذي كان الذي يأتي القادر على كل شيء ولكن عندما يتعامل مع الإنسان أعطاه حرية الاختيار حرية أدبية حرية أخلاقية وأنا شو بنتكلم على حريات مادية ولا فلسفية أحبائي في كتير أشياء إحنا ما بنختارها إنت ما بتختار جنسك أو خلفيتك ولا حتى بتختار اسمك ولا بتختار شكلك أو لونك ولا حتى بتختار زمن ولادتك ولا حتى بتختار مكان ميلادك أو معاد هذا الميلاد يعني في كتير أشياء ما إحنا بنقدر نختارها لكن إحنا ممكن نختار المصدر الحقيقي للفرح والسعادة والحب والسلام نختار الحياة وهذا من نصيب كل واحد مننا فإذن السؤال ماذا تختار وهذا هو متعلق بك عزيزي المشاهد لكن الله يقول جعلت قدامك لاحظ الحياة والخير الموت والشر يعني فيه أربع كلمات الحياة والموت أو الحياة والشر البركة واللعنة فإذن إما أنت بتختار الحياة وبتختار الخير أو بتختار الشر الذي يقود إلى هلاكك وحتما يقود إلى دمارك وإلى موتك ولكن الرب يقول لك اسمعها من عندي أنا بنصحك اليوم اختار الحياة لكي تحيا أنت ونسلك من بعدك بتعرف هذا القرار كان لازم يعملوا يشوع اللي هو خليفة موسى قال يعني يشوع لشعب إسرائيل نفس الجيل اختاروا اليوم من تعبدون إما آلهة يعني أي آلهة السوريين الأمريين أي آلهة أخرى ولكن اسمعوها مني أما أنا وبيتي يعني إحنا بنختار أما أنا وبيتي نعبد الرب نحن نختار أنه الرب يكون إلهنا والرب هو الإله الحقيقي وحده ونحن نختار أن نعبد وأن نسجد للرب وحده هذه تكررت في أيام إليا النبي قال إليا اختاروا لأنفسكم من تعبدون إن كان البعل اللي هو آلهة الفنقيين قديما وآلهة برضو صار آلهة كنعان اختاروا لأنفسكم من تعبدون يعني من تتبعون إما البعل أو الله فيعني كلمهم في الصميم قال حتى متى يعني تعرجون بين الفرقتين في حسم ما فيك أنك أنت تختار الله وتختار آلهة هاي مشكلة الإسرائيليين في العهد القديم اختاروا عبادات مع عبادة الله والنتيجة أنه الله أرسلهم إلى السبي فإذا اختاروا لأنفسكم من تعبدون أو من تتبعون إن كان البعل فاتبعوه وإن كان الله فاتبعوه وعندما رأوا المعجزة العظيمة على جبل الكرم إذ نزلت نار الرب وكان أمر واضح إلهي سقطوا على الأرض وقالوا الرب هو الله الرب هو الله أحب الآية اللي في العهد الجديد مكتوبة عن مريم هو ابتدأت الآية مع مرثة قال لها يسوع مرثة مرثة أنت تهتمين وتضطربين لأجل أمور كثيرة ولكن الحاجة إلى واحد فاختارت مريم النصيب الصالح الذي لا ينزع منها وصلاة اليوم تكون حكيم كمريم تختار الرب يسوع المسيح ابقوا معي سأعود بعد هذا الفاصل ترجمة نانسي قنقر أهلاً أحبائنا مشاهدينا مكتوبة قد جعلت قدامك الحياة والموت البركة واللعنة فاختر الحياة نصيحة الرب اختار الحياة اليوم أحبائي خليني أحكيها بكل بساطة ويمكن أذكر ثلاث أو أربع أمور وهذا لازم أنت تعرفها في غاية الأهمية أولاً أحبائي يوجد في الحياة قراران واختياران واختياران إما أن تختار الحياة أو تختار الموت وهذا الجواب أنت اللي بتعطيه شيء تاني يوجد بابان في الباب الضيق وفي الباب الواسع موجود في إنجيل متى إصحاح سبعة آية الثلاثة عشر وآية أربعة عشر قال يسوع أنا هو الباب إن دخل بأحد فيخلص فإذن في باب وحيد لا تستطيع أن تدخل منه إلا من خلال يسوع المسيح فهو الذي قال أنا هو الباب شيء ثالث يوجد طريقان طبعاً يعني في بسفر الأمثال يعني في طريق تظهر للإنسان أنها مستقيمة عاقبتها الموت إذا الإنسان مش منتبه إذا الإنسان مش وعي في طريق الموت والإنحضار إلى الموت وفي طريق الحياة لكن المسيح قال أنا هو الطريق والحق والحياة ليس أحد يأتي إلى الآب إلا بيه خلينا أضيف شيء رابع في شيء رابع يوجد مصيران وهذه المصيران ما فيش تالت يعني ما فيش فترة انتقالية ولا فترة مطهر ولا أي فترة إحنا بنتكلم بحسب ما يقول الكتاب المقدس المصير إما جهنم النار الأبدية إلى أبد الأبدين وإما الحياة الأبدية من خلال يسوع المسيح فلاحظ الأربع أمور فيه اختيارين اختار الحياة فيه طريقين اختار طريق الحياة فيه بابين اختار يسوع وفيه مصيرين اختار الحياة الأبدية وانا بصلي انه هذا يكون قرارك من كل قلبي في هذا اليوم اسمع ما يقول الكتاب المقدس في يحنى صح الأول خليني ابتدي من أولا كنت بدي اقتبس آية أربعة من الأول في البدء كان الكلمة والكلمة كان عند الله وكان الكلمة الله هذا كان في البدء عند الله كل شيء به كان وبغيره لم يكن شيء مما كان لاحظ فيه كانت الحياة والحياة كانت نور الناس والنور يضيء في الظلمة ولكن طبعا والظلمة لم تدركه فإذا الحياة أقوى من الموت والنور أقوى من الظلمة قال يسوع المسيح وهي آية مصرية اسمعها قال يسوع الحق الحق أقول لكم إن من يسمع كلامي ويؤمن بالذي أرسلني فله حياة أبدية ولا يأتي إلى دينون بل قد انتقل من الموت إلى الحياة فإذن يعني احسم الأمرك لأن الله ما عندهش ديانات عنده دين واحد يا أنت في المسيح أو خارج دائرة المسيح يا بتختار الحياة يا بتختار الموت وهذا أنت القرار بتعمله على الأرض والرب بتكلم بشكل واضح في الكتاب المقدس يقول أيضا أحبائي في كلمة الله في يحنى إصحاح ثلاثي الذي يؤمن بالابن له حياة أبدية والذي لا يؤمن بالابن أي كلمة الله يسوع المسيح لن يرى حياة بل يمكث عليه غضب الله الآية الذهبية اللي كلياتنا منحبها من خليني أبتدي من آية 14 يحن 3 14 وكما رفع موسى الحية في البرية هكذا ينبغي أن يرفع ابن الإنسان لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية لأنه هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية وهذا طبعا يعني الله لم يرسل ابنه إلى العالم في آية 17 ليدين العالم بل ليخلص به العالم وهذه الآيات واضحة أن يسوع هو الحياة حياة لاحظ ما يقول في يحن 17 والآية 3 قال وهذه هي الحياة الأبدية أن يعرفوك أنت الإله الحقيقي وحدك ويسوع المسيح الذي أرسلته طبعا لألا أحبائنا يقولها عم بقول أنه الله أرسل يسوع المسيح طول روحك اقرأ آية 4 وآية 5 وما تنقص في الآيات لأنه كتير مرات بتكون اقتباسات آية لمصلحتك لكن اتطلع على سياق الحديث الرب يسوع قال العمل الذي أعطيتني قد أكملته بعدين في آية 5 والآن مجدني أيها الرب بالمجد الذي كان لي عندك قبل كون العالم فإذن يسوع المرسل من السماء هو نفسه الكائن اللي كان عند الله كما اقتبست من يحنى الإصحاح الأول والكلمة كان عند الله إخوتي وأخواتي يسوع المسيح هو مصدر الحياة أنا هو الطريق والحق والحياة ليس أحد يأتي إلى الآب إلا بي أنا هو القيامة والحياة من آمن بي ولو مات فسيحيا وكل من كان حيا وآمن بي فلن يموت إلى الأبد قال يسوع لمرثة أتؤمنين بهذا ثم قال لها إن آمنت ترين مجد الله خلينا أسألك سؤال هل سمعت أي نبي عظيم خلينا نقول أعظم الأنبياء مثل موسى وإليا ويحنى المعمدان هل سمعت أي شخص منهم أنه بيصنع معجز بإسمه أو بيغفر بإسمه أو الإيمان بإسمه هل سمعت أي شخص يقول أنا هو الطريق والحق والحياة هل سمعت أي شخص يقول أنا هو القيامة والحياة آه ممكن تسمع ولكن شو اللي بأكد لي إن المصداقية العظيمة في هذا الموضوع هو قيامة يسوع المسيح من بين الأموات مشان هيك الشيطان بيكره صلب المسيح وقيامة المسيح يعني بيكره فكرة الفداء مشان هيك حط كل قوته إنه يحارب هذه الفكرة ولكن واضح الكتاب المقدس من التكوين للرؤية يسير بتسلسل وتناغم وانسجام كامل تام يعني كل الصفحات تركز على محور الرسالة هو يسوع المسيح قال يسوع خرافي تسمع صوتي وأنا أعرفها بعدين بيكمل بقول وأنا أعطيها حياة أبدية ولن تهلك إلى الأبد يسوع هو الحياة يسوع هو مصدر الحياة يسوع هو هو المصدر هو المصب هو التدفق بل هو حياة الحياة هو مانح الحياة هو الذي يمنح الحياة وطبعا هو الذي قال كن أمينا إلى الموت فسأعطيك إكليل الحياة المسيح أحباء مكتوب عنه كما قال هو بفمه ها أنا حي إلى أبد الآبدين والرسول يحنى يقول عن يسوع المسيح هذا هو الإله الحق والحياة الأبدية أوعك تلعب لي بالكلام هنا يحنى كان يهودة ومن اسمه كان واضح قريب من عائلة الكهنة لأنه يحنان يهوى يتحنن فالاسم تعبير عن عائلة الكهنة وكان يهودة وإحنا عارفين بدون أي بغض النظر حبيتهم اللي كرهتهم إحنا منعرف أنه أكتر شعب حافظ على هذا الحق والوحداني والتأكيد على على وحدانية الله هم اليهود فتخيل كل اليهود اللي آمنت في هذا الموضوع ورأوا من خلال يسوع أنه هو الإله الحق والحياء الأبدي فما عليك ترمي كلام بدون برهان وبعدين عم بخوفوك بقولك الكتاب المقدس محرف عشان لا تقرأ أو أنه بيصحرك ولو إحنا عايشين بالقرن الواحد وعشرين كم من الكتب الإلحاد اللي منقرأها وكم قرأنا كل الفلسفات والكتبات هذا قرار هذا اختيارك أنت ولكن صدقني أنا بعرف كل إنسان من جوا عنده بحث ويريد أن يعرف الحق والطريق ويختبر الحياة لابد أن يأتي إلى يسوع المسيح وإلا ليه منحكي عن هذا الموضوع إذا مش متأكدين أنه يسوع هو الحياة فإذن هذا مهم جدا إخوتي وأخواتي اللي بيشاهدونا خلينا نروح لفاصل بعدين رح أرجع نكمل حديثنا شكرا وصيب يسوع بين الصيم وبهذا تم ما تنبأ به أنبياء الله منذ مئات السنين أهلا أحبائنا مشاهدينا في كل مكان قبل ما أبتدي أخد مكالمات بس على قلبي أشارك شيء مهم جدا الله ما عنده أديان بحيث أنه كل دين بيوصلك إلى الله واليوم طبعا بيهاجمونا في موضوع الحق المطلق أنه بغض النظر الحق اللي عندك مش بالضروري يكون عند يعني شخص تاني أول شيء أنا عاوز أقول أنه الله لا يناقد نفسه والله اللي أعلن عن نفسه في كلمة الله في الكتاب المقدس ما عندهش طرق عنده مخطط واحد عنده طريق واحد عنده إرادة واحدة خلق الإنسان وعنده مصير واحد في نهاية الأيام إما مع الله في السماء أو منفصل عن الله في الجحيم لكن خليني أرجع وأكرر مرتان يمكن ذكرتها عدة مرات ولكن هذا مهم جدا تعرفه أنا بحبش المساومة ولا المسايرة ولا التهادن على حساب الحق الكتابي لكن قلت هذا ولكن من ناحيتين أنا بحب كل الناس بحب الجميع بغض النظر عن كل اختلافاتنا لكن بحب كل الناس لكن أنا بتكلم لأن اختبرت يسوع من كلمة الله فبتكلم من كلمة الله فعاوز أشارك بعض الأمور السريعة الكتاب المقدس يقدم نفسه على أنه هو كلمة الله الوحيدة الموحى بها من الله لا يوجد كتاب آخر يوجد كتاب واحد هو الكتاب آه في كتب تاني التاريخية أي كتب أخرى تحط تحت مصنفات تانية لكن بالنسبة لمعاملات الله في كتاب واحد طبعا الله مش محدود بطريقة الإعلان فهو بيعلن عن ذاته في أي وسيلة في أي طريقة طالما أعلن عن نفسه من خلال يسوع فإذن هذا الإعلان من خلال الكتاب المقدس فالكتاب المقدس هو الكتاب الوحيد كلمة الله هو الدستور الوحيد اللي إحنا ممشي عليه وحتى قبل مجيء المسيح لما بيتكلم عن آخر الأيام في مجيء المسيح الكذاب واحد من المواصفات إنه العالم رح يكون في الإثم والشر يعني مش رح يكون فيه شريعة ولا نموس اللي هو كان اللي بيحجز الإثم وجود الكنيسة وجود الروح القدس على الأرض فإذن رح تتحول إلى فوضى ولكن إحنا اللي ماشيين عليه الدستور والمرجعية حتى القوانين اليوم أساسها هو كلمة الله من خلال إعلانه من خلال هذه الكلمة شيء تاني أحبائي الله هو الإله الوحيد الحقيقي لا شريكة له يعني هو الإله الوحيد ما فيش آلهة أخرى أي آلهة أخرى كما سمها بولوس تعتبر وثن تعتبر أصنام مشان هيك إحنا لازم نتبه في أولوياتنا وحياتنا وما نحطش الله بصورة محدودة لأنه الله تكلم بكل وضوح لا تصنع لك تمثالا منحوطة ولا صورة ولا أي نقش ولا ولا حتى لدرجة إنه وبخ الشعب القديم عندما مارسوا هذه الرجسات وبهاي الحالة إحنا عم نجلب اللعنة خلي بالك موضوعنا البركة واللعنة الحياة والموت عم نجيب موت مش بس لكنيسنا وحياتنا لبلدنا كمان لأن طبعا إذا البلد عايش في الشر والفساد لكن في كنيسة اللي المفروض شهادتها تكون بحسب كلمة الله فصورنا نعمل وساطات بشرية ننحط أصنام ومنحوتات وصور وكل الأشياء وصورنا نعبدها يعني بكلمات أخرى فالله هو إله غيور مكتوب لا يبرئ اللي بيمارس هذه الأمور الله هو الإله الحقيقي وحدك كما قال يسوع أنت هو الإله الحقيقي وحدك وعند مواجه الشيطان بالتجربة قال له للرب إلهك تسجد وإياه وحده تعبد مرة تاني برجع بكر اللي بتهمونا في الشرك وكذا بليز انتبه لكلماتك إنت عتتتكلم لناس ما عندهم مش أي فكرة عن إيش بتحكي لأنه احنا بنعبد الله الواحد فبتأمل إنه هذا الشيء يعني بفيدك شيء ثالث يسوع المسيح هو الطريق الوحيد للخلاص ليس بأحد غيره الخلاص خلاص ما فيش وسيلة ما فيش طريقة إلا يسوع المسيح شيء ثاني بشخصية أو هوية يسوع هو الذبيحة النهائية الكاملة لا توجد أي ذبيحة أي وسيلة أي إعلام آخر بعد المسيح وطبعا هو الإعلان الكامل والأخير إعلام الله للبشر من خلال الإبن وهل يعقل إنه من بعد ما الرب أعلن من خلال ابنه يكون فيه ديانات وفيه يعني أمور يعني أو سياسات أو أو إلى خيره بعد الشخص الكامل الذي لم يفعل خطية بعد الشخص الخارق بعد الشخص اللي ما فيش مثله ولا ممكن تقارنه حتى عيب نتقارنه في أي شيء في هذا الوجود أيعقل إنه يكون إعلان بعد يسوع المسيح بتأمل أنك تفكر بهذه النقاط الكتاب المقدس هو الكتاب الوحيد هو كلمة الله الله هو الإله الحقيقي وحده يسوع المسيح هو رئيس إيماننا ورئيس خلاصنا ويسوع هو الطريق الوحيد للخلاص هو الإعلان الكامل النهائي وهو الذبيح النهائي لا يوجد إعلان بعد يسوع المسيح وهذا ما نؤمن به المسيحيين أهلا أحبائنا خليني أخد مكالمة أو اتنين وبرجع بس تكمل بقية حديثي بعدني ما لمستش الموضوع اللي لازم أتكلم عنه خليني أخد المكالمة الأولى أخت فريال من بريطانيا أهلا وسهلا أخت فريال أخ نزار سلام ونعمة المسيح معك وحضرتك كل سنة وانت طيب وبألف خير شكرا وانت سالم أخ نزار بالنسبة إلى سماع صوت الله صوت الله هو في الكتاب المخدس لأن الكتاب المخدس هو صوت الله وكلام الله لكن يقول الوحي الإلهي في رسالة يعقوب كنوا عاملين بالكلمة لا سامعين فقط خادعين نفوسكم يجب علينا أن نطبق الكلام في الكتاب المخدس لأنه المسيحية هي حياة هي عمل هي حياة مع المسيح وليس فقط قراءة الكتاب أو سماع في المترو أو الذهاب إلى الكنيسة وأعمال الأعمال الأخرى الأعمال الصالحة لا هي الحياة مع المسيح أولا هي التوبة التوبة عن الخطايا ونقبل المسيح ونعرف أنه نحتاج إلى مخلص إلى طريق يودينا للحياة الأبدية ويعطينا الحياة الرب يسوع هو معطي الحياة فنأخذه الرب مخلص وشيد وملك على حياتنا وبعد ذلك نستطيع أن نسير معانو طول الحياة مع الرب يسوع المسيح أما غير ذلك مهما ما عملنا ومهما ما فعلنا ومهما ما الإنسان تدين فتبقى الخطايا كما يقول الوحي الإلهي في الكتاب المقدس آثامكم صارت فاصلة بينكم وبين إلهكم وخطاياكم سترت وجهه عنكم حتى لا يسمع الرب ما يسمع قبل منتوب عن الخطايا ونعمل بالكلمة في الكتاب المقدس نعيش الكلمة ونكون تلاميذ حقيقيين للرب يسوع المسيح ولا يوجد مخلص آخر ولا طريق آخر غير الرب يسوع المسيح له وكل المسيح اللي يقسم التاريخ قبل الميلاد وبعد الميلاد والإنسان اللي يعرفه يقسم حياته قبل ما عرف الرب يسوع المسيح وبعد ما عرف الرب يسوع المسيح فريال على هذه المداخل الحلوة أخذ كمان مكالمة معنا حبيبنا أبو مهند من الأردن أهلا وسهلا أبو مهند كل عام أنت بخير أنت وأسرتك الكريمة بالصحة والسلامة إن شاء الله بإذن الرب آمين تفضل أبو مهند حبيبي وحبيبة أهل بيتي الأخ الحبيب نظار شهين كلمة كلمة تقول المجد لله في الأعالي وعلى الأرض السلام وبالناس المصر هذه تذكرون دائما بوقوفك أمام مغارة الرعاة أمام مغارة الرعاة في كل يوم أمام أمام بيتنا في كنزتنا بيت صحور كلمتي تقول فسيروا ما دام لكم النور لألا يدرككم الظلام يوهنى 12 35 من جهة الله لا يوجد وقف متأخل التوبة والخلاف ولكن من جهة الإنسان قد يكون الانطبار طويلا لدرجة أن الرغبة تزوج مما بعد فيهمل الأمر تماما سراجل في الفصيح ملجأ له وكل فكر قلبه هو المقوع في سباة عميق وميق فيه واقعه الشخص الذي يعيش دون الله بسرعة إلى وضع مماثل حسل انتحاري وخطير فقد حذرنا الرب يتوع من خطورة رب النور ورده أنه أتى لإعنارة الذين هم في ظلمه فقد حذر بأن ربهم الدائم تحوج الله ليعمي أبطارهم وأذهانهم من معرفة الحق لدرجة فيها أنهم أن يستطيعوا أن يؤمنوا بما بعد كلمة هل كلمة الله من احتياج ذكا الرؤية ما دام أنه اليوم يدعى اليوم رب يتوع المسيح أم الآن والأخد أبو مهند لكن لا تعلم أن أعجل كل يوم الصوت مش واضح أبو مهند تحتية لحبيبي نزار شهيد شكرا جزيلا بالآخر كان الصوت مش واضح أبو مهند كل عام أنت بخير أنت والأسرة الفاضلة وربنا يعطيك سنة مباركة ومثمرة وشكرا كتير كتير على المداخلة وهذا هو يعني صدقني كأنه يعني بالوحي بالروح أنه هذا كنت ما أريد أن أقوله أنه مع كل هذا أنت ذكرت الآية فسيروا مدام النور يعني لكن للأسف كتير ناس عم ترفض هذا النور يسوع المسيح هو مش بس هو الحياة الأبدية وفيه الحياة كمان يسوع في يحنى الأولى صحة 2 وآية 25 وعدنا بالحياة الأبدية وعدينما بيتكلم عن الحياة لاحظ في بداية الإصحاح بقول فإن الحياة أظهرت الحياة أظهرت وقد رأينا ونشهد ونخبركم بالحياة الأبدية التي كانت كانت عند الآب وأظهرت لنا في الصحاح الأول فإذا نحن نختار الحياة نختار محبة الله ونطيعه زي ما قرأت في سفر التثنية أن تحب الرب وأن تلتصق به وأن تطيعه وهذا يقودك إلى الحياة وإلى الخير تتمتع بفيضان بجميع بركات الرب لكن رفضه هو موت وشر وهذا ما حدث يعني بتشوفه في سفر التثنية صحاح 28 وعلى فكرة في كتير لعنات على الشعوب بسبب التهادن والمصايرة تعرفوا أن اليوم مئات الملايين الأطفال التي قتلت بسبب الإجهاض وهذا دم دم في صراخ بيصعد للرب فبسألوني طيب يعني هو ليش الرب مش عم بدين لا هو الرب يعني ما يزرعه الإنسان فإياه يحصد أيضا في يوم لكل شعب ولكل إنسان لكن لاحظ في العهد القديم الرب دان الشعوب قال إياكم عرفت من بين جميع قبائل الأرض لذلك أعاقبكم كان دبل المعاقبة لشعب الرب اللي كان يعرف عن الرب ولكنه ابتعد عن الرب اللي أنكر الرب وما أكثر الإنكار اليوم تصور أنه أكثر مجموعة متهضة اليوم هي جماعة المؤمنين بالرب يسوع المسيح في الغرب وفي الشرق بطل عندك مكان اسمه مدن الملجأ أنك تروح ومرات بالعكس يعني الأماكن اللي فيها اضطهاد صدقني هي بركة يعني في دول مثل الصين وإلى آخر بتشوف أن المسيحية عم تتكاثر في دول اللي بتمنع المسيحية عم بتشوفها عم تتكاثر ولكن نصال أن الله يغير القوانين حتى يكون يعني أن الواحد يختار دينه يختار حياته يختار فرحه يختار سعادته يختار إيمانه يختار أبديته طبعا أغلب الناس عم ترفض طريقة الكتاب المقدس في قوانين في شرائع أي شريعة بتخرج عن شريعة الرب يسوع المسيح تعتبر شازة الرب يسوع مثلا شدد على الزواج رجل واحد امرأة واحدة بسمها عهد يكون الاثنان جسدا واحدا ما جمعه الله لا يفرقه إنسان مع كل ذلك الإنسان عم بفرق عم بقول الله ابعد عننا احنا ما بنعرفك عندي إله تاني لهذا التاني أنا بسمحلي يعني كله مشرع يكون عندي زواجات وأطلق وأتزوج الأخير هاي ضد مثلا شريعة المسيح واليوم في شرائع كتير في دول كتير زواجات غير يعني غير طبيعية ومسموح بها وإذا بتتكلم عن الزواج المسيحي تعتبر شاز فإذن عم نقول الله إحنا مش عاوزينك إحنا في عنا قوانين القوانين بتاعتك ما بتناسبنا مع إنه الله عم بقول هاي لخيرك ومنفعتك وبركتك ولمصلحتك إنك تحب بالرب وتلتسق بالرب ولكن للأسف الإنسان هو الإنسان وهي نعم إن الله أعطانا حرية شوف مثلا في يحنى واحد مكتوب في آية 11 إلى خاصته جاء وخاصته لم تقبله وأما كل الذين قبلوه فأعطاهم سلطانا أن يصير أولاد الله أي المؤمنون باسمه الذين هو أنا بصنفهم الذين ولدوا ليس من دم ولا من مشيئة جسد ولا من مشيئة رجل بل من الله فهم بوضح أنه أجى لخاصته ولكن للأسف لم تقبله في يحنى 3 بتتوضح السورة أكتر لاحظ بقول الكلام الذي يؤمن به لا يدان والذي لا يؤمن قد دين لأنه لم يؤمن باسم ابن الله الوحيد وهذه هي الدينونة إن النور قد جاء إلى العالم وأحب الناس الظلم أكثر من النور لأن أعمالهم كانت شريرة لأن كل من يعمل السيئات يبغض النور لو حللت شو ما تحلل يبغض النور ولا يأتي إلى النور لألا توبخ أعماله فهو الفكرة ليه بيحاربوا كلمة الله وبيحاربوا الفداء وبيحاربوا يسوع وهوية يسوع لأنه إذا أجى لتتغير حياته فلازم أنه يحارب هذه الفكرة لكن لاحظ بقول لأن كل من يعمل السيئات يبغض النور حتى وله في اسم الدين ولا يأتي إلى نور يعني أنت ما مشيت على طريق يسوع لهو قال عن نفسه أنا هو النور العالم أنا هو النور هو النور الحقيقي الآتي إلى العالم لكن عندما تأتي إلى يسوع حتما توبخ أعماله الشرح الكامل هاي الآية بقول وأما من يفعل الحق فيقبل إلى النور لكي تظهر أعماله أنها بالله معمولة تعرفوا شيء عجيب بنفس الإصحاح بنفس السفر في إنجيل يحن إصحاح 12 مكتوب ومع أنه كان قد صنع أمامهم آيات هذا عددها لم يؤمنوا ليتم قول إشعياء النبي الذي قاله يا رب من صدق خبرنا ولمن استعلن الذراع الرب لهذا لم يقدر أن يؤمنوا لأن إشعياء قال أيضا قد أعمى قد أعمى عيونهم وَأَغْلَضَ وَأَغْلَضَ قُلُوبَهُمْ لِأَلَّا يَصِيرُوا لِأَلَّا يُبْصِرُوا بِعُيونِهِمْ وَيَشْعُرُوا بِقُلُوبِهِمْ بِقُلُوبِهِمْ وَيَرْجِعُوا فَأَشْفِيَهُمْ تصور في آية 43 بقول السبب لأنهم أحبوا مجد الناس أكثر من مجد الله يا للعار يا للعار في يحن 11 ذكرت كمان آية 47 يحن 11 هاي بعد إقامة العازر شوف واحد أنتا قام من الأموات كل البلد شافته شو عمل رؤساء الكهنة فجمع رؤساء الكهنة والفرسيون مجمعا وقالوا ماذا نصنع فأن هذا الإنسان يعمل آيات كثيرة انتركناه هكذا يؤمن الجميع به فيأتي الرومانيون ويأخذون موضعنا وأمتنا أليس عشبا أن الدين نفسه ومن بداية التاريخ من المصريين القدماء دايما مغلف أو القضية السياسية مغلفة في الدين تعال للشرق الأوسط كيف دك تقنع الناس دخل الدين تعمل فتحات وغزوات وتقدع على الناس وكل إشي بعدين كيف تبرر نفسك دخل الدين إحتي أنه الله واحد اعمل بدكياته على طول غلفه في الدين والمسيح قال منذ القديم أنه في ديانتين إما الرب إما تحب الرب أو في إله آخر اسمه المال والغريب أنه لما بتدرس كل البدع وكل الديانات القديمة أليس عجبا بتشوفها وراء الغزوات والحرب والسيف والرمح والخيل والطموحات والسبايا وأخذ يعني آخر إشي داعش هذا هو بالضبط الدين الدين بحاول يربط نفسه في الله ولكن مش عم بقدم حل للجنس البشري طبعا بقول ولا تفكرون أنه خير لنا أن يموت إنسان واحد عن الشعب ولا تهلك الأمة كلها سياسي 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 بتشوفها في الغرب بتشوفها في الشرق كل السياسات دك تزبطها شوي دخل الدين دخل الدين وأنا بقولها بكل محبة بكل احترام وعلى فكرة هون أنا بمثل كل يعني حتى احنا المسيحيين مش بارئين من الموضوع كم من التاريخ المخجل عندنا احنا المسيحيين استخدمنا السياسة باسم الدين وباسم الطموحات وباسم الاحتلال وباسم وباسم فإذا في مرجع واحد هو الكتاب المقدس في إله واحد هو الإله الوحيد وحده الذي لا شريك له في مخلص واحد هو يسوع المسيح فإذا ماذا تختار اليوم ماذا تختار الحياة أم الموت تختار البركة ولا اللعنة وتعرف الحباء مكتوب عن الناس أحب الناس الظلمة أكتر من النور أحب اللعنة فأتته أحبوا مجد الناس أكتر من مجد الله أحبوا الموت مكتوب وأحبوا الباطل يعني بدل ما يحبوا الحق وصاروا بيحاربوا على الباطل باسم الحق يعني تعموا ولأنه تعموا صار يحاربوا الحق والحياة والخير باسم الباطل وهم يظنون أنهم على حق لكن دعوة الرب هي القديمة الحديثة اختر الحياة وهذه الحياة هي من خلال يسوع المسيح اسرعوا وقلوا يا رب ارحمني أنا الخاطئ بتوب تعال أنت أملك على حياتي وبصلي هذا يكون فعلا قرارك واختيارك اليوم للحياة الأبدية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر